مش عارفة نبتدي منين بقى نبتدي بقى من مصرح الكلية وازاي مصرح الكلية كان بيطلع مواهب وصلتنا لعاد الامام ولا نبتدي بالنجوم الكبار اللي كانوا بيدوا مساحات للي حواليهم لغاية برضو مواحد زي أساس فؤاد المهندس هو اللي اده الفرصة الحقيقية لعاد الامام تمام هو طبعا احنا بس في البداية بنقول للزعيم كل سنة هو طيب هو اكتر من ستين سنة في مجال الفن من نجاحات عاد الامام في عقل وقلب ووجدان كل مصري عاد الامام موجود في كل بيت مصري سواء بإفه من مصرحية أو موقف من فيلم أو مشهد من مسلسل عاد الامام حقق ما لم يحققه أحد من أبناء جيله على مر الوصول سواء لو قرنناه بممثلين من أجيال قبله أو قرنناه بممثلين من أجيال بعض عاد الامام حالة فنية فريدة غير مسبوقة في تاريخ الفن المصري يعني وان كنت لا أبالغ اذا قلتلك ان عاد الامام كممثل تاريخه في الفن وإسهاماته في التمثيل تضاهي إسهامات السيدة ومكلسون في الغنب احنا عندنا عاد الامام عاد الامام ده رأس حرب تقوط مصر النعمة صحيح مصر فيه عاد الامام من حقينا ان احنا نفخر بعاد الامام ونفخر بالفن المصري نقوله كل سنة هو طيب سيد محمد يعني ظاهرة زي ما حرك قلت فنية لفتة جدا يعني انه يتربع على عرش النجومية والقمة والعطاء ستين سنة رغم طبعا التحولات اللي حصلت خلال الفترة دي كلها سر عبقرية عاد الامام سر هذه الظاهرة يعني لو حطنا كده ادينا على مفاتيح عشان ندخل عالم عاد الامام ازاي قدر يحافظ على ليقتل فنية وقدرته ويجدد نفسه كل فترة بداية من دوره في سوقي افندي في مصرحات انا وهو هي وصولا الى اخر اعماله السلمائية والدرامية هو السر الالهي الاول خالص ان ربنا وضع في هذا الشخص كم هذا القبول من اول ما تشوف وشه تحس ان انت مرتاح له بتضحك بخلاف زكاءه الشديد في كل مرحلة من مراحل عمره هو بيتمتع بزكاء شديد جدا وبصص على المستقبل شكله ايه شخصية دوسوية افندي في مصرحات انا وهو وهي كانت عبارة عن جملة واحدة باجتهاده باتقانه بموهبته قدر ان الدور يجبر 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 لغاية ان بقى دور موجود انت لغاية دلوقت في المصرحات دا اكتر حاجة تفتكرها دوسوية افندي اكتر من شخصية البطل اللي عملها الاستاذ فهد المهندس طبعا وقتها انت بتتكلمي ازاي عدل امام قدر ياخد عين المشاهد وقلب المشاهد في عصر في كوميديانات زي الاستاذ فهد المهندس والاستاذ محمد عواط بنبص نلاقي عدل امام في عصر في الاستاذ امين الهنيدي بنبص نتكلم لاي استاذ عدل امام موجود عدل امام ظل موجود سينمائيا في ظل وجود احمد زكي ونور الشريف وفريد شوقي فضل عدل امام الى هذا اليوم هو عدل امام لو بنتكلم في 2010 يعني مر 14 سنة على عدم على غيابه السينمائي ولسه عدل امام لازم نشوف كل يوم فيلم او مصرحي العدل امام على اي قناة من قناوات الوطن العرب حقيقيا انا مبالغش لما بقول من حق مصر ان تفخر ان عندها عدل امام فاتش شاشة الاول والنجم دايما بيبقى له شكل كده او احنا تعودنا لسنين طويلة قوي ان يبقى له شكل معين اعتقد ان عدل امام هو قائد مسيرة تغيير الستريو تايبينج او الصورة النمطية لشكل البطل اللي بقى له الوان محددة وطريقة محددة وطريقة لبس وطريقة بناء جسدي محدد اعتقد ان عدل امام كان رائد من رواد التغيير ده طبعا طبعا اولا هو في دي لازم نقول ان عدل امام واحمد زكي ونور الشريف كسر ونمط اهه كسر ونمط الكاراكتر في السينما المصرية مش لازم يكون البطل جان وجميل وطول بعرضه وابيض وشعره ناعم لا خالص هما خلوا البطل يطلع من بين الناس القادمون من الخلف من الصفوف الخلفية عشان كده قدر يكون بطل شعبي من قلب الناس ومن قلب المجتمع عدل امام نجح في ده وده سبب كبير جدا من اسباب نجاح